السلام عليكم ورحمة الله طلبنا الأحباء نحل مع بعض النهاردة ان شاء الله امتحان كده بنفس مواصفات الامتحان اللي انت هتشوفه في شهر نوفمبر بإذن الله الامتحان ده شامل على الدروس اللي انت خدتها هتشوف الامتحان اللي انت هتاخده في امتحان الشهر يعني هيكون بنفس الشكل بإذن الله تعالى فتقدر تتدرب معايا على امتحان نوفمبر يلا بينا بسم الله هنا بنقول اقرأ ثم اجب قال عنطرة عنطرة بيقول ايه حكم صيوفك في رقاب العذة لي واذا نزلت بدار ذل فرح لي واذا بوليت بظالما كن ظالما واذا لقيت ذو الجهالة فاجهلي فالموت لا ينجيك من آفاته حصن ولو شيته بالجندل ولك المراد بالجهالة نقص ايه احنا كنا متفقين ان في العصر الجاهلي كانوا يفعلون الشيء القبيح عند راية ومعرفة انه قبيح يبقى هذا فيه نقص للعقل علاقة البيت الثالث بما قبله فين البيت الثالث تعال نتدرب على سؤال العلاقات قال لي هنا اذا بوليت بظالم كن ظالما واذا لقيت ذو الجهالة فاجهلي فالموت لماذا اسأل نفسك سؤال كده لماذا لأن الموت لأن الموت لا ينجيك من آفاته يبقى هنا في البيت الثالث جاب لك السبب اسأل نفسك سؤال بلماذا لو لقيت ايجابة السؤال ده هو الجملة اللي موجودة قدامك يبقى الجملة اللي موجودة قدامك دي علاقتها تعليل يبقى طبعا هنختار هنا تعليل المحسن البداعي في البيت الاول السجع ده موجود في النثر فمش هختاره اصلا طيب تعال نشوف البيت الاول طالما قالك البيت الاول اول حاجة ادور عليها هي التصريع التصريع معناه ان الحرف ده يكون زي الحرف ده ففعلا هنا بنقول العذة لي حرف اللام فرحة لي حرف اللام يبقى انتهى الشطر الاول في البيت الاول بنفس الحرف اللي موجود في الشطر التاني من البيت الاول يبقى فعلا ده اسمه تصريع الصورة البيانية في كلمة دار ذل شبه للذل كتب هنا ايه شبه الذل بدار ركز بقى معاي الذل ده مشبه والدار مشبه به معنى كده ان انا لو لقيت المشبه والمشبه به الاتنين موجودين طيب تمام انا عندي المشبه موجود في الجملة ها وعندي المشبه به موجود يبقى بالتالي ده تشبيه وعندي ركنين فقط من اركان التشبيه يعني مفيش عندي اداة مفيش عندي وجه شبه يبقى ده اسمه تشبيه بليغ قال الشاعر لا تسأل المرأة عن خلائقه في وجهه شاهد عن الخبر او بيقولك ما تسألش الشخص اللي قدامك عن اخلاقه بصه في وجهه كده وانت تعرف من ملامح وجهه ومن صفاته الخارجية صفاته الداخلية اللي هو الاخلاق يعني فبالتالي ده يدل على ايه العرب كان عندهم علم علم الفراسة والعلم بالانساب علم الفراسة ان انا اشوف الشخص تمام من وجهه استدل ان هو شخص كويس ولا عنده اخلاق ولا ايه بالزبط ففعلا هنا ده اسمه علم الفراسة يبقى هنختار علم الفراسة او العرب برعوا في الموضوع ده جدا كان عندهم براعة في الفراسة والانساب فطبعا برعوا هنا في علم الفراسة اقرأ ثم اجب من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايها الناس كأن الموتى فيها على غيرنا كتب بيتكلم عن الدنيا وكأن الحق فيها على غيرنا وجب وكأن الذين نشيع من الاموات سفر عما قليل الينا راجعون نبوئهم اجداثهم ونأكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وطوبى لمن أنفق الفضل من ماله وحبس الفضل من قوله وطوبى لمن خالت أهل الفقه والحكمة يعني أنه يكون ماشي معاهم ويحزوا حذوهم وجانب أهل الذل والمعصية وطوبى لمن وسعته سنتي ولم يعدها يعني ما عدهاش إلى بدعة طيب بعد كده بيقول لك مرادف أجداثهم الأجداث يا جماعة بنقول نبوئهم أجداثهم يعني نضعهم في الأجداث بتاعتهم الأجداث اللي هي القبور وليس القصور وليس المجالس وليس المناصب إحنا بنتكلم أن إحنا ندفن الناس ولا نتطعذ يعني التشبيه في قوله آه كأن كأن دي أدى التشبيه يبقى استحالة يبقى بليغ واستحالة يبقى ضمني على طول لأن الضمني لا يذكر في أدى التشبيه والبليغ لا يذكر في أدى التشبيه فكر كده تمام يبقى أنا عندي التشبيه يهم مجمل يهم تمثيل تعال نشوف كده هنا يا سيدي بنقول كان الذي نشيع شبههم فهم مشبه وده مشبه به يعني أنا كده عندي ثلاث أركان فقط مفيش عندي وجه شبه خلاص يبقى مجمل عندي أداة وعندي مشبه اللي احنا بنشيعهم بنودعهم يعني شبههم بالصفة فبالتالي عندي ده مشبه وده مشبه به وعندي أداة إذن عندي ثلاث أركان يبقى ده مجمل المحسن البداعي في قوله أنفق الفضل من ماله وحبس الفضل من قوله طيب ينفع هنا نقول إن ده حسن تقسيم مثلا لا لأن حسن التقسيم ده موجود في الشعر فما ينفعش طيب ينفع قول إنه هو جناس ما ينفعش تقول للفضل والفضل لأن الاتنين نفس المعنى الاتنين نفس المعنى تمام جدا تمام يبقى أنا عند محدش يقولي مقابلة لأن المال مش عكس القول تمام يبقى أنا عند ازدواج جملتين قد بعض بعد كده اقرأ ثم عجب من مقال الدكتور منصور فهمي فبيقول لقد ذهب غير قليل من مفكر عصرنا إلى إساءة الظن بالعلم فحملوه أوزار الحروب القاسية قالوا إن العلم ده وتطور العلم ده هو سبب صناعة الأسلحة وا 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 تمام وأخطار الفراغ الممل وأضرار الثورات الاجتماعية العنيفة ومساوئ المطامع والتنازع الحاد وبالغ بعضهم فاتهم العلم بأنه المسيء إلى الحريات الإنسانية فمن ينظر إلى تلك المصانع وما فيها من آلات منوعة وأعمال موزعة يتبين أنها تتناصر على استعباد عدد من العمال تسخرهم تسخيرا آليا وتهين كرامته ألك علاقة جملة فمن ينظر إلى تلك المصانع وهنا جماعة بيقول إيه بيقول ومساوئ المطامع والتنازع الحاد فاتهم العلم بأنه المسيء إلى الحريات الإنسانية فمن ينظر إلى تلك المصانع بدأ هنا يعمل عملية إيه مش تفصيل بيوضح تمام بيوضح إزاي العلم ده مسيء للحريات تمام إلا أن هنا قال لك أن الذين يعملون في المصانع مسخرين وكأنهم يعني عبيد يبقى بدأ يوضح ده مش نتيجة خالص ده مش تأكيد يبقى عندي الإجابة توضيح العنوان الأنسب للفقرة قسوة الحروب الفراغ الممل الساقة الظن بالعلم أيوة لأن هنا بيتكلم عن إساءة الظن بالعلم لأنه يعني فقسوة الحروب ده عنوان جزء يتكلم عنه في جزئية واحدة بس مساوي الطمع والفراغ الممل والكلام ده فراغ الممل ده تكلم عنه في حتة صغيرة كل ده يعني قسوة الحروب ضمن إساءة الظن بالعلم الفراغ الممل أيضا يبقى ده اسمه العنوان العام أو الشامل اللي بيشمل باقي الاختيارات فبنختاره يلا بينا أسئلة النحو بنقول عسى المتحابون نقط طبعا اسم عسى مرفوع واسم عسى طبعا المفروض إن مرفوع والمفروض إن خبرها يكون جملة فعلية فعلها مضارع فده مش هينفع وده مش هينفع طب إنت هتقول يتهادو إزاي هي جاي قبلها أداة نصب ماينفعش يبقى ماينفعش تحزف النون منها إما تقول يتهادون بوجود النون إما تجيب نون وتنصب الفعل بعده فيبقى أن يتهادو تمام جدا ليه لإنها تبقى أن حرف مصدري ونصب ويتهادو فعل مضارع منصوب بحزف النون ناشر قال الشاعر أضحى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا في قلبه كبر قد ظل محتجبا وقالك الفعلان أضحى وظل عايز بيكلمك من حيث النقصان والتمام يا جماعة أضحى هو عزيزا فعزيزا دي خبر وطالما عندك خبر يبقى على طول الفعل ناقص طالما عندك خبر يبقى على طول الفعل ناقص تمام جدا طيب قالك هنا إيه ركز معي كويس ظل برضو ظل محدش يقوليني دي اسم ظل أرجوك لأن الكلمة منصوبة فإزاي إزاي إزاي هتبقى اسم ظل اسم ظل بيبقى مرفوع يبقى دا الخبر ومدام عندك خبر لظل يبقى ظل ناقص طالما في خبر يبقى الفعل ناقص يبقى كلاهما ناقص ما تدوم بس تستنى هو تدوم دي تفق يعني خلاص دخلة ضمن إطار كانوا أخواتها لا لأننا عندي ما داما متفقين إنها لازم وحتما ولابد إنها تكون بشكل الماضي فقط فلو أتت بشكل المضارع فهي وانت مغمض فعل تام وطالما نقولت لك فعل تام إذن له فاعل طب تدوم إيه اللي هتدوم الدنيا يبقى ما تدوم الدنيا لك يبقى الدنيا كده هتكون إيه هتكون فاعل تدوم فتبقى فاعل مرفوع بالضم المقدر قال الشاعر وإني لتراك لتراك الضغينتي قد بدى ثراها من المولى فلا أستثيرها قال لك المشتق في البيت السابق تراك على وزن إيه على وزن فعال آه وزن فعال ده يبقى إيه يبقى صيغة مبالغة طب عملت إيه صيغة المبالغة طبعا تراك الضغينتي حطيلك هنا ضم وحدة طب يعني نعمل إيه يا مستر حطيلي ضم وحد طالما حطيلك ضم وحدة على المشتق يبقى بيقولك خلي بالك حتى لو مشتق عامل يبقى برضو اللي بعد منه مضاف إليه طب نفهم الفكرة دي بقى طالما حطيلك ضم وحدة أو فتحة وحدة أو كسرة وحدة عايز يقولك استنى المشتق هنا غير منون وطالما غير منون يبقى مضاف للبعده يعني مضاف للبعده يعني اللي بعده ده يكون مضاف إليه بس كده يبقى مضاف إليه كلمة الضغينة عشان كده قلنا الضغينتي اللي بعده قال الشاعر شاكن إلى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه لهجاء شاكن في فكرة هنا أصل الجملة أنا شاكن أنا شاكن أنا شاكن ففي هنا مبتدأ محزوف أيوة يعني النقطة دي هتفيدني بإيه وهنا كده كلمة شاكن دي هتبقى صبقة بمبتدأ وانا عندي كلمة شاكن دي جاء من الفعل شكاء فهي اسم فاعل وهنا اسم فاعل عامل لأنه هناك كرة اتحقق فيها الشرطين من ضمن الشرطين أنها صبقت بي مبتدأ يبقى خلاص شاكن اسم فاعل عامل هجيب الفعل منها عشان أقدر أعرف اللي بعده هقول يشكو من اللي بيشكو هو تمام يشكو هو إيه يشكو هو اضطرابة يبقى يشكو فعل هو فاعل اضطرابة هتكون مفعول به منصوبة لاسم الفاعل العامل عمل الفاعل يبقى هنقول هنا مفعول به منصوب مشتق يا جماعة مشتق عامل تمام شاكن مشتق عامل وطبعا شاكن حزفت منها الياء يعني لم تكتب شاكي لأنها مرفوعة زي ما أنا قلتلك في مبتدأ محزوف وهذه الكلمة هي خبر المبتدأ المحزوف ده كده بفضل الله تعالى انتهينا بفضل الله تعالى يا رب نكون أفدناكم ونراكم على خير في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته